شهد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مراسم توقيع اتفاق طارئ ملزم لتصنيع السيارات في مصر بين الحكومة المصرية وشركة جلوبل اوتو المستثمرة في مجال تجميع السيارات في مصر وأكد رئيس الوزراء أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي في ضوء اهتمام الحكومة بتطوير وتنمية صناعة السيارات في مصر وخاصة السيارات صديقة البيئة كما أشار إلى أن هذا التعاون يأتي في ظل صدور البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات الذي يعد بمثابة سياسة متكاملة وشاملة لصناعة السيارات والصناعات المغذية لها